اشتركوا في القناة رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله وروا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس انه رأى رجلا انتفض لسماء حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه انتهى ولما سمعت قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن ما لن يتي وننباب من جحل شيئا من الاسماء والصفات وقال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وفي الصيح قال علي حدث النوات بما يعرفون يعني انكذواك مقنا ما كفر الناس وكفر الناس انكذواك بأس وفي الصيح نوع من الناس من الناس استطاع الله عز وجل. روح عبدالرزاق عن معمر عن ابن طوس عن ابيه عن ابن عباس. انه رأى رجل انتفض. يجي يا قوني مبتمي. سيكا جكين تتاشي هيك ريزة. ليجي انفلي صفف الله سبحانه وتعالى. لما سمع حديث عن البياء السلام. في الصفات اكين امنا اكان صفر الله. استنكارا لذلك. يعني من يكني يكني مشابا. فقال ما فرقوا هؤلاء. يجي اكي وانا سيكي. يعني هاد وانس ايكا جكينه تموزها. اي. يجي اجر جزي سورته. يجي انفلي صفر الله. يجي دون رقة عند ان محكمه. يعني اكا محكمة متشابه بيكا تده سيني نصوا. ويهلكون عند متشابه. ان اكا متشابه هيك يهلك. توالا نيسي قلش يا قرآن ايش. كمشي يسو يسندنا متاني. نمي هاد وانمتان تاكي دكين نتاجنا وننكر كروة. دوانا هن يجدها لك والعيذ بالله. كمان من لك انكر واني لطريقة يعني تهني بفتو سريبا. كمان يشي ينا واشي ينا قوغن زاناني وجاء انكار وانا صفر. بعد ما ديفال عادة باكينش والعيذ بالله. يجي ولما سمعت قريش رسوله سلل يذكر الرحمن. انكر ذلك فانزل الله وهم يكفروا بالرحمن. الله اكبر فانزل الله عز وجل وهم يكفروا بالرحمن. ايما تدعوه فله الاسماء والحسنة سبحانه وتعالى. دوانا ايماني بالازماء والصفات. اماني السوفان الله. هي دا اسماء انهلسونها ينسى. دان شي سوف كيش اقول الان انشكو مااا النبي يبين او سحبه. نبي هذا متن كاكين ذات اشي. ما جاهل شي با. يعني عمد ان سبحان الله. يعني رشي ساني وكم من عايب قولا سييدا. وعلته اول افته الفهم السقيم يعني رشم فانزل شين اذا كانت انكار ابو في الساني. بيسان شبابهك اللي تنشبا. ابن لا بكساني بيسكا سلما. اكون ابو بعد ذلك يتعبديا من السلام. في الناس يتعبون من الأسفل من حيث أن يكون هناك. نحن بذلك تصبح إلا أن يحصل إلا بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته. فالذي يجحد اسما سمى الله بي نفسه أو سماه بي رسوله سلم فإنه يكون كافرا بالله جل وعلا كدوبا قد ياندون ديش وانا سولني بيردش بكي ذاك زاب على هكا يقول بك يدبا وايش ورالكي لا يسألوا عما يفعل جيسا كاش يسولن يأذك يا زم كافري كما قال الله تعالى وهم يكفرون نبي الرحمن كاقرين يش دليل غا حينان سن كافر لأكا جي الرحمن يستكافر كما قال تعالى ليس كمثله شيء كالأبن دي يزم واجبي كاجألا ياساكو أبالي تافيش هيك الأولى وانا مسكيلا ليس كمثله شيء يليقب لله يعني لله كما يليقب جلاله دو وانا وانا ذاته زو كمان كان دو وانا يجي قال السواء معلوم وكيف مجهول ما لبيه واجب وسواء عنه بدا دو صفات هكا زاكي دو رأك أنتا فنفى واثبتها قال نفى أن يماثل لله شيئا في أسماء وصفاته وأثبت له صفتي السمع والبصر وسمى السمع والبصير وهكذا سير الأسماء الحسنة والصفات العلا نؤمن بها ونثبتها كلها على الوجه اللائق بالله تعالى ونعتقل بأن الله ليس له مثل في أسماء وصفاته فنكون بذلك قد سلمنا من ضلالتين وهما التعطيل وهو نفي دلالة الأسماء والصفات يعني أقول نسيكي جابس يدبونه ونسيكي كوريتا بس يدبونه قال نسيكي ألا يا شيئ يحكني وكمسي شيئ بحكبني والتمثيل كوكم أكو أنسو زاستو تبتا ديتا هيسو جو كون هذا إلي ديتا وهو إثباتها على وجه يماثل وصفات المخلوقين نسأل الله العافية بأسماء الحسنة وصفات العلا يعني هسي شابه شويدا مخلوق سيشي كمان جم تاني كمان لا لا ألا ليس كمثلي شيء كمان يلق بجلاله سبحانه وتعالى نعم نسأل الله بأسماء الحسنة وصفات العلا ونتوسل إليه بثباتنا لها على وجه اللائق به يجي هما يبشي أولولو ونزاك يتوسل إليه شيء إلا ألا لإذا قلنا ألا يتولى الأسماء الحسنة فدعوه بها يجي نتوسل إلى الله بثبات أسماء وصفاته إيه أن يجري علينا أثرها ويغمرنا ببركتها في الدنيا والآخرة الله أكبر اللهم آمين باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون قال مجاهد معناه هو قول الرجل هذا ما لي ورثه عن أبائي يشونا نقول أنه قادو نيدك يعين يعني هي يعني هي زمن يعني هي سكا باشا أزيك ينبأ اللابا وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكون كذا لولا يعني بذي شيء لولا الله ثم هي شيء لولا فلان كوي كيس أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب ومؤمن بالكوكب وكافر بي يشعى الحديث وقد تقدم وهذا كثيرا في الكتاب والسنة يشعى الونا ديوان وران سنة يذنب سبحانه وتعالى من يضيفه إنعامه إلى غيره ويشعى ويشرك به يشعى الله يشعى يا وشي يا صفة تهدد السفة تمشرك يذنبهم ياتعني أبسعني مذموم يشعى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به هذا ما لأبائي كوكما لحظة لولا البط إلى رجل نجرك مذنب بذي يشعى الله بني باش هيك مواني مخلوق يشيني وانا سبب هيك منشيني معي بسبب لا باي صلحان قال بعض السلف كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على الألسن الكثير باست مما هو مما هو نحو من المسيح المسيح ونحو لن مما هو مما هو المسيح المسيح من الريح نجد قرواشين في تدس الواجب الواجب على الخلق أن يضيف النعم إلى الله تعالى قولا واعترافا وبذلك يتم توحيدا وتوحيدهم ومن أنكر نعم الله نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر كمن يقول هذا بشفاعة علياتنا أما من أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده ولكنه بلسانه يضيفها إلى نفسه وعمله أو إلى سعي غيره كما هو جال على ألسن كثير على ألسن كثير من الناس بألفاظ تنافي كمال التوحيد فهذا شرك أصغر قولهم لو لا فلان لم يكن كذا وقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا وقولهم عندما ينجيهم الله وترسوا سفينتهم على الساحل كانت الريح طيبة والملاح حاذق ومذنه في زمانينا ما يجري على ألسن كثير من الناس النعم وما يجري على ألسن كثير من نسبة النعم واندفاع النقم إلى مجهودات مجهودات الحكومات أو الأفراد أو تقدم العلم التجريبي فيقولون مثلا تقدم الطب تغلب على الأمراض أو قضى عليها والمجهودات الفلانية تقضي على الفقر والجهل أو بفضل كذا حدث كذا وما أشبه ذلك من الفضل يعني إذا أزود جيش أعتقد بقلبه يأعقل أزود جيش إنه الله سبحانه وتعالى لا يقولون شكوميكي أما أو جنبكي أنساب أنا ما أنا أعطي لأبدا كذا كذبت هو أن شركنا أصغر أما إن صاحبه اعتقاد يأدم شرك أكبر يعني أزود جيش يأكد لي بند ألا ما زي ونأب والعيذ بالله ونحو ذلك وما أجبه ذلك من الألفاظ التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها ويتحفظ منها غاية التحفظ فمن قال ذلك ونسب النعم إلى غير الله فإنه يجب عليه أن يتوب لأن ذلك شرك أصغر ويجب عليه أن ينسب النعم إلى المنعم إلى مسديها إلى المسديها والمتفضل بها على عبادي وهو الله القائل سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله يشي متن يا كباتا توبا تهوش هي توبا إلى الله عز وجل لأن يسابوها يا زمى يا فعل أجب أن شرك الأصغر دولي يتوبا لأن الله لا يغفر عن شرك به ويغفر ما دون ذلك إن دي أبو أنشها أمي سنة شركة تقول الله ببن التوبة لأن دي أبو أنشها شركة أصغر كو أكبر سبحانه وتعالى دون الشركة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ينا تحت المشيئة كو مشيني ألا شي مي مشيئة شي نيشي هكا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شي منه جاء الله سنة والجماعة تحت المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه نسأل الله أن يغفر لنا ونسمعه جميعا والله أعلى وعلم وسل الله وسل وعلم يحمد وعلى آله وصحبه أجمعين إزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر